السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم عندنا شرح طريقة اظهار شاشة الايفون على جهازك الكمبيوتر طبعا الطريقة للماك ما جربتها على الويندوز لكن اللي عنده برنامج الكويك تايم يجربها او يسوي نفس الطريقة على الويندوز ان شاء الله انها تضغط معها طبعا الطريقة سهلة جدا وبسيطة بدون اي برامج بدون اي ادوات بدون اي شي البرنامج جاي مع الماك بتلاقي في جهازك الماك هذا هو اسمه كويك تايم بلاير بينزل مع برنامج الايتونز يعني اوتوماتيك بتحصله في كل جهاز ماك كل اللي عليك بتسوي انك بتضغط على البرنامج تفتح البرنامج تضغط دان بيتفتح عندنا البرنامج بتروح على كلمة فايل تضغط على اول خيار اللي هو نيو موفي ريكوردينج بيظهر لك الشاشة طبعا هنا بتبان صورتك وهذا هو مستوى الصوت تيجي عند السهم اللي جنب الدائرة الحمراء حق التسجيل هو فاتح لك شاشة الفيستايم بتضغط على جهازك الايفون شوف اسم جهازك الايفون بتضغط عليه بيظهر لك شاشة الايفون طبعا الطريقة سهلة جدا وبسيطة طبعا هذا لو بس حابب تعرض جهازك الايفون على الكمبيوتر طيب حابب تسجل مقطع فيديو لو انت حابب تسوي شروحات او شي بتضغط على النقطة الحمراء بيسجل معاك لو حابب تختار طبعا هنا الكواليتي هنا عالي الجودة وهنا متوسط الجودة هو محطوط اوتوماتيك على عالي الجودة طبعا هذه كانت تجربة للتسجيل حابب توقف التسجيل بتوقف من هنا الان حفظ لان هو سجل المقطع حابب تحفظ المقطع بتسجل خروج من المقطع بتظهر لك النافذة سميه حابب تخزنه عندك بالاي كلاود ببرنامج الكويك تايم او لو حابب تخزنه على الدسك توب تخزنه على الدسك توب نسوي سيف الان حفظ لنا المقطع نجرب المقطع مع بعض بيسجل معاك لو حابب تختار هذا هو شرحنا لليوم اتمنى اكون افدتكم لا تنسونا مسابق اشتركوا في القناة